السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه أدري أنكم مشتاقين لي ويشهد الله سبحانه وتعالى أني مشتاق الكوات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حبنا في الله وأن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كثير من الرسائل اللي تجيني منكم رسائل إيجابية سواء كانت في التعليقات أو كانت رسائل على الخاص بعض الأخوان يدخل على الخاص يقول لي ما جيت أعطيك قصة جيت بس أقول لك أني أحبك في الله أو يجيني ينتقدني نقد بناء نقد جميل يساعدني في تطوير شخصيتي وتطوير القناة وفي نوع ممكن يجيني يعتب علي وفي كل الحالات أقبلكم وأحبكم وأنتوا تاج راسي من الرسائل الجميلة اللي وصلتني واللي صراحة ما خطر على بالي أنها تمر علي مثل هذه الرسالة رسالة من أخت عراقية تقول لي أنا ما جيت أعطيك قصة لكن جاية أقول لك عن شيء أنت سويته فيني وأنت ما تدري أنت أثرت فيني وأنت ما تدري تقول أنا إنسانة عصبية جدا معلمة صوتي يرتفع وما أقدر أسيطر على أعصابي الكل يشتكي مني زوجي أبنائي زملائي في العمل الجميع يشتكي مني ومن عصبيتي الزائدة وتكبيري للأمور في يوم من الأيام تابعت قناتك وانشديت الأسلوبك طريقتك في طرح المشكلة وحل المشكلة بهدوء وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وراحت نفس استغربت منه حسيت بسعادة وأنا تابعك في قصة من قصصك اللي كانت مع الطالب اللي شوه سمعتك وتكلم عليك ونزل حاجة في قروب الفصل تبعه وبعدين نزل على تويتر وصارت مشكلة وكذا كيف أنك حليت المشكلة بهدوء وكيف كان حلك للقضية مع مدير المدرسة واستيعابك للموضوع أثر فيني بورت شخصيتي وبدأت أعاتب نفسي وبدأت أدرب نفسي على الحلم والهدوء وبدأت شخصيتي تتغير بدأوا أهلي يحسون بالفرق زوجي وعيالي بدأوا زملائي في العمل يشوفون تغير في شخصيتي لأنها معلمة طالباتي بدأوا يتأثرون بتغيراتي اللي قاعدة تصير أنا شخصيا حاسة بسعادة وحاسة بسكينة وهدوء والسبب بعد الله أنت وأنت ما تقصد أنا أقول لأختي هذه اللي أرسلت لي هذه الرسالة أقول لها هذا فضل من الله سبحانه وتعالى هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وما أنا إلا سبب الله سبحانه وتعالى ساقني لكي حتى تأخذين هذه الفائدة مثل ما يسوقني رب العالمين لغيري حتى أأخذ منه الفائدة وأنا وأنتي والجميع يا أختي قدوتني الحبيب عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأخلاق في أعلى درجات الحلم والهدوء والسكون جاء يهودي في يوم من الأيام يقول له يا محمد أعطني مال الذي عندكم فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون لاحظوا أنت أهلك كلهم مطل فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ألم يبقى من أجلك ثلاث بقي لك ثلاث أيام حتى تأخذ فلوسك فقال أعطني مال الآن فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب أعطه ماله يا عمر ثم خرج هذا اليهود حتى وصل إلى خارج المسجد ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قرأت عندنا في التوراة أنكم معاشر الأنبياء لا تزيدون مع الجاهل إلا حلما وكان عليه الصلاة والسلام حليم ودود رحيم لا ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله بها ولما جاءها الرجل وقال له يا رسول الله أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب وقال عليه الصلاة والسلام الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم معنى هذا أنك إذا دربت نفسك على الحلم والهدوء وحل الأمور بهدوء بإذن الله تتعود بعد فترة وتصبح ملكة في شخصيتك أيضا أمغى أن أبهب شي يا أختي أنت لديك نفس طموحة لتغيير الخطأ لتغيير المشكلة اللي عندك لو لم تمتلكي هذه النفس ما تغيرتي ولا طورتي شخصيتك وتطوير الذات وتطوير الشخصية محتاج تواضع حتى الواحد يستفيد من أي أحد يعرض عليه أي معلومة حتى لو جاءتك هذه المعلومة من عدو خذها واستفد منها بدا فيها فائدة والحكمة ظلت المؤمن